أمه العالم سلامه جلاله وليده جباره مهنده قام يعني قام هكذا تستذكر هذه الأم أبناءها الأربع الذين فقدتهم في معارك ما يسمى بتحرير السقلاوية وهكذا تروي ما حدث في ذلك اليوم بعد أن قامت القوات الحكومية وميليشيات الحجد باختطاف جميع الرجال في ناحية السقلاوية في محافظة الأنبار وتغييبهم قصريا يوم الجمعة طلعنا والله إحنا عزلونا الزليم أخذوها فتشوها أخذوها كلها والنساوين خلوها تروح تطلع قادي ما تواجهنا إحنا وياهم أنها احط لطلعوا لما نخذوا الزليم محد والنسوان إحنا مشينا وحق شو تانيين تانيين ونص هذول انظلوا بهم جو وإحنا ما أجوا الزليمنا يابغوا وين راحوا الزليم ويقولوا مرا جاي بالحاسبة يدقونهم حاسبة وياليدي معكم هاي يومك ما شفناهم والله يقولوا لا خبر لا شيء مطالبات ذو المفقودين في السقلاوية بالكشف عن مصير أبنائهم قابلتها عروض حكومية باعتبار المخطوفين شهداء إلا أن القوات الحكومية هي ذاتها من قام باختطافهم قبل سنوات وهاي ست سنين وكل من النسألة يقول ماكوا ولد ماكوا أي من النسألة يقول مصيرهم مجهول ويعني شلوع مجهول من أخذهم هم أخذتهم جهات حكومية يعني وين راحوا مشقة تلقاعوا بلعتهم زوجي وأخوانا ويا خمسة إحنا ستة من بيت كلهم يروحون طيبين ميتين نريدهم إحنا نريدهم الله هذا هو ترى ما نريد إحنا كل شي ما نريد لا عباهم يدللون سوهم شهداء لا والله الفلوس شنا به يبقى عشت الفلوس وسخ الدنيا لا والله أنا نموني وليدي عجل يا بالي عجلاني نموني وليدي عجل يا بالي مثل خلفنا وتعبنا يا وليدي ونجبنا يا بواحده قطعنا يا مجهدين وجهد يا وليدي مريضة زوجات المفقودين أكدنا أنهن يعيشن واقعا مأساويا نتيجة غياب المعيلة وتربية الأطفال وسط غياب الدعم الحكومي وتجاهل السلطات لقضيتهم ما نعرف كل شي عنهم هسا تعالوا والله شين هو أخذ حقوقهم إمنينا الفلوس حتى نروح نسوي شهداء ونأخذ حقوقهم هل عدنا شاقول ما عدنا جهانا كلهم قصر هم هو الله ينجازوا الله يأخذ حقهم هالجهيل هاي ما لحوبة هاي هالجهيل خلوا هالصغار هاي ما لحوبة عند رب العالمين ميش نسويها فلا أمر لله والواحد القهر وهكذا أصبح أغلب سكان الناحية من النساء والأطفال بعد اختطاف الرجال منذ عام 2016 نموذجا من حالات كثيرة تشهدها مناطق العراق المنكوبة لتبقى قصصا مؤلمة وإرثا ثقيلا ضحيتها النساء والأيتام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر